اشتركوا في القناة من خلال تقرير اصدره مركز حماية لحقوق الانسان كان الرصد والتوثيق لمجمل الانتهاكات الاسرائيلية التي وقعت بحق الاراضي الفلسطينية المحاصرة في قطاع غزة في الفترة من واحد يناير وحتى الواحد والثلاثين من ديسمبر لعام الفين وخمسة عشر في كل مناحي الحياة للحديث عن هذا التقرير ومعرفة مدى اهمية في حفظ الحقوق الفلسطينية ومحاكمة المحتل سأرحب بالدكتور محمد النحال رئيس مركز حماية لحقوق الانسان وعضو اللجنة الوطنية المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية التي شكلها الرئيس محمود عباس بداية عزيزي المشاهدين سنتابع هذا التقرير للزميلة سالي السكني والتي رصدت فيه مجمل هذه الانتهاكات ثم نناقش بنود ما جاء في التقرير الخاص بمركز حماية لحقوق الانسان انتهاكات اسرائيلية بالجملة توشح بها العام الفين وخمسة عشر حيث بلغ التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة كافة جوانب الحياة الفلسطينية بترساقها وشل حركتها بصورة لم تحرك سوى المزيد من عبارات الشجب والاستنكار ومطالبات بالحماية والتغيير مراكز حقوقية تابع التفاصيل المعاناة برا وبحرا لتعود بمعلومات وصور تصف حجم الدمار وتؤكد على ان العام المنصرم كان عام العقوبات الجماعية وعقب الحرب الاسرائيلية الاخيرة كان القطاع الزراعي بؤرة لاستهداف الاسرائيلية منتهجا بذلك سياسة التوغل البرية للاراضي الزراعية المنتشرة على الحدود والاعتداء على ممتلكات المزارعين وضرب البنية التحتية وتعمد تعطيل مشاريع اعادة الاعمار ومع شيء من الهدوء النسبي كان يتمتع به سكان المناطق الحدودية كان الاحتلال يعود ليوقظ المواطنين بعمليات اطلاق نار مفاجئة تقض مضاجعهم متجاوزين كافة التفاهمات التي يتم توصل اليها بعد كل اعتداء ولم يقتصر الاجحاف بحق المواطنين على ما ذكر وحسب وانما شريحة الصيادين كانت عرضة للخوف والهلع في محاولات باتت تسجل يوميا لاعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم ومعدات صيدهم ومع اتساع المدى الذي وصل اليه الاحتلال الاسرائيلي في عنصريته اذا اتعامله مع الفلسطينيين لم يصل الى رقم نهائي في عداد الظلم والاجحاف بل كان يدفعه لمزيد من التحريض على الاستمرار في سياساته وتشديد الحصار باغلاق كافة المنافذ المؤدية الى القطاع متجاوزا بذلك كافة المعاهدات والقوانين الدولية التي تكفل للمواطنين الامنة والحماية من غزة سالي السكني تلفزيون فلسطين موسيقى موسيقى بعد أن تبعنا هذا التقرير الآن سنعطي المجال لدكتور محمد النحال رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان للحديث عن هذا التقرير وظروف رصد كل هذه الانتهاكات بسم الله الرحمن الرحيم دعني أؤكد بأن العام 2015 يمكن بكل بساطة القول بأنه كان عام العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني ما كادت أن تنتهي الحرب في عام 2014 حتى بدأ الاحتلال بالتصعيد في مجال الحصار وتشديد الحصار على قطاع غزة وبالتالي استمر في هذه الانتهاكات على الرغم من أن هناك مواثيق دولية تحمي المواطنين والمدنيين إلا أن هذه المرة كان بلا جدال العقوبات الجماعية بشكل كبير المركز قام برصد حوالي 194 حالة إطلاق نار على المدنيين الفلسطينيين أدت إلى ما يقارب من استشهاد 27 مواطن بالإضافة إلى 825 إصابة من جل هذه الإصابات أو كل هذه الإصابات بلا استثناء كانت من المدنيين المواطنين خصوصا المواطنين الذين لديهم أراضي زراعية بالقرب من حدود قطاع غزة ولذلك يمكن القول أن عملية الانتهاك كانت شبه يومية إما بإطلاق نار من الأبراج العسكرية القريبة من الحدود مع قطاع غزة أو من خلال التوغلات المركز رصد 44 حالة توغل للجيش الإسرائيلي على داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة هذه التوغلات لم يكن يسلم منها المواطنين سواء بإصابتهم بشكل مباشر أو بقتل بعض المزارعين الذين تقترب مزارعهم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة أو من خلال التدمير الكامل للأراضي الزراعية على الرغم من أن المواثيق الدولية وحتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد للجميع ضرورة احترام اتفاقية جينيف الرابعة بما تتضمن من أعيان مدنية وبما تتضمن من أراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك الاحتلال لم يتوقف يوما عن هذه الانتهاكات حتى المناطق الزراعية إن لم يتم إطلاق النار عليها لم تسلم من رشة بالمبيدات السمة وفقا لتقارير وزارة الزراعة الفلسطينية التي أيضا رصدت وأكدت لنا من خلال عدة تقارير بأن الاحتلال يتعمد رش بعض المزرعات بمبيدات سمة بحيث يتم حرق هذه المزارع فإما أن يلاحقهم بالقتل أو الموت المباشر أو يلاحقهم في لقمة عيشهم من خلال تدمير مزارعهم أيضا دكتور الانتهاك على مستوى المناطق الحدودية تحديدا هناك مسافة معينة لا يجوز للفلسطيني أو يمنع من تجاوزها وإلا فإنه سيكون في مرمى النار القاتلة بالنسبة للمحتل هنا قواعد دولية واضحة في هذا المجال السيادة الفلسطينية تمتد حتى آخر متر في حدود قطع غزة وبالتالي لا يجوز للإحتلال وفق هذه القواعد نحن لم نخترع قواعد الشعب الفلسطيني لم يخترع قواعد للقانون الدولي قواعد القانون الدولي مفروضة من المجتمع الدولي وبالتالي على الجميع احترامها بما فيه سلطات الاحتلال الاحتلال في حد ذاته هو جريمة بالمناسبة والاحتلال لم تسمح به قواعد القانون الدولي إلا بشكل مؤقت مع ذلك الاحتلال يستمر عشرات السنوات يستمر بفرض منطقة عازلة خارج عن إطار القواعد الدولية ليس هناك شيء للاحتلال ليس هناك سيادة للاحتلال ولا حتى على شبر واحد هناك مسؤولية قانونية تقع على المحتل دكتور هناك تبعية قانونية تقع على عاتق المحتل كونه يحتل هذا الشعب بالتأكيد هناك ما زال مصنف قطاع غزة على أنه يقع تحت الاحتلال هذا أمر صحيح ولكن ليس هناك في الوقت نفسه حق للاحتلال بممارسة لا مناطق عازلة للشعب الفلسطيني ولا بإطلاق النار من حق المزارعين ومن حق الشعب الفلسطيني أن يصل إلى آخر شبر في أراضيه وبالتالي من حقه أن يزرع أينما شاء طالما أن هذه الأراضي هي أراضي تستخدم لأعمال مدنية وبالتالي ليس هناك أي عمل عسكري في هذه المناطق وبالتالي لا يجوز للاحتلال ممارسة أي انتهاك لا بإطلاق نار ولا بالاعتداء على المزارعين لا في داخل قطع غزة ولا بفرد منطقة عازلة ولا بالاقتراب من الحدود من أجل حرق مزارعهم أو إطلاق النار عليهم في تعقد حالة القتل أو تطورها لم يكن إطلاق النار من باب التهديد أو الإنذار لهذا المواطن بأن يبتعد عن هذه المنطقة يأتي إطلاق النار مباشرة بشكل متعمد وربما يرتقي هذا الشخص شهيدا على الفور يعني هناك قتل ميداني متعمد وللأسف الاحتلال عودنا بالانتهاك لم يراعي فيه أدنى مسؤوليات إذا كان الاحتلال قد يزعم بعض الاحتلال أنه لضرورة عسكرية الاحتلال الإسرائيلي عودنا في الحقيقة بأنه لا يحترم لا مبادئ لا ضرورة عسكرية بحيث أنه لا توجد ضرورة عسكرية تسمح للاحتلال بإطلاق النار ولا حتى يحترم مبدأ التمييز الذي تنص عليه كافة المواثقة الدولية بما فيها اتفاقيات جينيب إذن الاحتلال يطلق النار من أجل تعمد القتل هذا هو ما يحاول الاحتلال كل يوم أو كل يوم نشاهده بالفعل سواء في الأراضي الفلسطينية بقطع غزة أو في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية والقدس الاحتلال لم يراعي أدنى قواعد للقانون الدولي في تقدير هذا كله يعود إلى تقاعص المجتمع الدولي هذا التقاعص هو الذي يمنح الاحتلال الفرصة في التمادي والولوغ في الدم الفلسطيني وبالتالي ما لم يجد الاحتلال هناك تحرك على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي للجم الاحتلال عن الولوغ في مزيد من الدم الفلسطيني سيستمر الاحتلال بمزيد من الانتهاكات بمزيد من القتل مزيد من التجريف مزيد من تدمير البيوت ما لم يكن هناك رادع للاحتلال من القضاء الدولي والمجتمع يستمر دكتور في تطوير حال القتل ويشرع القتل لهذا القاتل القتل لمجرد الاشتباه في المحافظات الشمالية الآن هذا أمر غريب من نوعه أن لم يحدث أنه رئيس وزراء رئيس دولة أعلى مستوى في الهرم القيادة الحكومي يصل فيه المستوى إلى تشريع أو إعطاء أو منح الضوء الأخضر إلى كل مواطن إسرائيلي بممارسة القتل أمر غريب من نوعه رئيس الوزراء الإسرائيلي يصدر عبر وسائل الإعلام وبتصريحات مسجلة بالمناسبة وموثقة أنه يقول للشعب الإسرائيلي كله كل من يشعر بالخوف بالخوف من أي فلسطيني يستطيع أو لديه الحق في قتله بل بالعكس هو يقول أنه يتعهد بالدفاع عنه من الناحية القانونية فبالتالي هنا المستوطنين الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي يمارس القتل من قبل أو بضوء أخضر من أعلى مستوى من الحكومة الإسرائيلية إذن هو يمارس القتل ولا يحتاج حتى إلى مبرات طالما أن القيادة السياسية تمنح هذا الحق وتؤكد له بأنها مستعدة للدفاع عنه انتهاكات على كل المستويات ولا رادع كما تفضلت لهذه الحكومة ولدولة إسرائيل بشكل مباشر من قبل المجتمع الدولي أيضا على مستوى الصيدين دكتور كان هناك تسجيل لحالات ربما بالأرقام لديكم لهذه الانتهاكات على سواح القطاع غزي بالتأكيد نحن رصدنا في مركز حمال حقوق الإنسان حالة الانتهاكات كملف حالة الانتهاك بحق الصيدين هناك 159 حالة اعتداء وإطلاق نار على الصيدين الفلسطينيين فقط في العام 2015 تم استشهاد فلسطيني وإصابة ما يقارب 27 هناك مصادرة لقوارب الصيدين هناك 126 قارب فلسطيني تم مصادرتهم حتى هذه اللحظة لم يتم استرداد سوى أربع قوارب فقط وبالتالي هناك ملاحقة حقيقية للمواطنين الفلسطينيين هناك ما يقارب من 3800 صياد فلسطيني يقتاتوا من خلال أعمالهم اليومية في صيد الأسماك هؤلاء في الحقيقة تم محاربتهم في أرزاقهم محاربتهم في لقمة عيشهم وبالتالي هم لا يتمكنوا من دخول مياههم السيادة الفلسطينية تمتد في الحقيقة إلى هذه المياه وفق القواعد الدولية ومع ذلك الاحتلال يدرك هذا الأمر تماما لا أحد يستطيع أن يغفل قواعد حقوق الشعوب في مياهها الإقليمية لدينا حق في 24 ميل حسب الاتفاقيات الدولية ولدينا حق بالسيادة على موارد طبيعية قد تمتد إلى 200 ميل وهو ما يطلق عليه بالمنطقة الاقتصادية الخالصة هذه حق للشعب الفلسطيني ولا يستطيع أي احتلال أن يدعي بأن لديه حق في متر واحد أو ميل واحد يعود بهذه الأميال إلى ستة أميال ثم يلاحق الصياد إلى تقريبا ثلاثة أميال ويطلق النار ويعتقل بشكل مذل يجبر فيه الصياد على أن ينزع ملابسه ويقفز إلى الماء ثم يحتجزه لساعات ثم يتركه عبر الحدود ليعود إلى قطع غزة يعني أولا هو الاحتلال يخترع من تلقاء نفسه مسميات ومسافات ليس هناك مسافات في القانون الدولي لا ثلاثة ميل ولا ستة ميل هذه من اختراعات الاحتلال هو يخترع كما يريد يوم يقول على أنه ثلاثة ميل يوم يقول على الصيادين مسموح لكم في ستة ميل في الحقيقة هي اختراعات من عند الاحتلال لكن قواعد القانون الدولي واضحة في هذا المجال لكن بالملاحظة الاحتلال يدرك أن التلاثة ميل عندما يقترب موسم الصيد عندما يكون هناك ستة ميل أو عشر ميل أو اتنعشر ميل يحاول أن يفرض مسافة أقل من ذلك لأنه يدرك بأن الصيادين يعيشوا على الموسم بالمناسبة صيد الأسماك سردين على سبيل المثال في شهر أربع وشهر خمسة عندما يقترب هذا الموسم للصيد يتخذ الاحتلال قرار بعودة الصيادين إلى مسافة أقل وبالتالي يذهب هذا الموسم ثم يعود ليسمح لهم من جديد بزيادة ميل أو ميلين وبالتالي حتى الموسم الذين يقتاتوا منه خلال العام يكون قد ضاع عليهم وبالتالي هذا جزء من فرض الحصار على قطاع غزة منذ انتهاء الحرب 2014 الاحتلال يمارس عقوبات جماعية يمارس تشديد حصار وما يمارسه في حق الصيادين هو جزء من سياسته في تكريس فرض الحصار فهو لا يقف عند حد إغلاق المعابر أو الحدود وإنما حتى صيد الأسماك أو المياه الإقليمية التي حق للشعب الفلسطيني ممارسة الصيد فيها هو يمنع من ذلك بهدف أو بغرض إغلاق أي منفذ يمكن أن يساهم في قوت الشعب الفلسطيني من باب تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني كيف تنظرون إلى واقع الاعتقال في حد ذاته جانب الإذلال والامتهان لكرامة الإنسان؟ يعني من الواضح أن الجيش الإسرائيلي ممكن في لحظة من اللحظات ينفذ واقعة الاعتقال لكن لماذا يصر على إذلال هذا المعتقال؟ يعني دعنا أكد بأنه نحن في هذه الحالة أمام جريمة مركبة للاحتلال المنع في حد ذاته من الصيد هو انتهاك وجريمة الاعتقال في حد ذاته حتى وإن لم يكن فيه إهانة هو جريمة ولكن أن يتم مسج هذه الانتهاكات أو الجرائم بجريمة أخرى تتعلق بامتهان الكرامة هذا يعني أننا دخلنا في مباشرة استنادا إلى صور جريمة الحرب وفق نظام روما إلى ارتكاب جريمة حرب معاقب عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن الجيش الإسرائيلي عندما يطلب التصريح لا يمكن أن نتصور أنه يطلب تصريح من صياد بطريقة اعتيادية أو يتم اعتقاله بالطلب منه بالاستسلام إلى الجيش الإسرائيلي كي يتم نقله إلى مركز توقيف أو مركز تحقيق هو يطلب منه أولا نزع ثيابه في أشد الأوقات برودة يطلب منه أن يلقي بنفسه في مياه البحر وهو يبعد مسافة عدة أميال عن الشاطة وهو يدرك أنه يستطيع أن يحصل على هذا التصريح للصياد والتأكد من إثبات شخصيته دون الوقوع في مثل هذه المسلكيات التي تشكل إهانة كرامة للمواطن الفلسطيني وبالتالي يمكن القول أن الاحتلال بكل تأكيد هو يصر بشكل واضح على إهانة كرامة الصياد الفلسطيني جزء من سياساته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زالوا يتعرضون لهذه الانتهاكات كما قلت نتيجة عدم أي جهود دولية قادرة بالفعل على لجم هذا الاحتلال وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية ولذلك إذا ما قلنا أن هذه الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة هذه التسلوكيات هي مدعاة لإنهاء الدراسة الأولية من قبل مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية واتخاذ قراره المباشر بإجراءات التحقيق من أجل رفع إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها في بعض اللقاءات مع الصيادين التي تم اعتقالهم جزء منهم تحدث أنه كان يطلب منه من قبل الجندي الإسرائيلي بأن ينزع ملابسه ثم يقفز في الماء وفي ذات الوقت كان هذا الجندي بيضحك ويبتسم من حال هذا الصياد يعني فيه إدراك لدى الجندي بأنه محمي وأنه لن يكون مساءل على مثل هذه الجرائم للتأكيد ولذلك هذه تعتبر أدلة دامغة على ممارسة هذا السلوك بهدف وبغرض إذلال الشعب الفلسطيني ولذلك عندما نقول بأنها تدخل أو صورة من صور جريمة الحرب التي نص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نحن نتحدث عن نصوص وعن صور ندركها كقانونيين تماما وبالتالي لا ندعي بأن هناك سلوكيات يمكن أن تكون لا هي بالفعل سلوكيات حقيقية بهدف إذلال الشعب الفلسطيني وتشكل جرائم حرب وعلى المكتب المدعي العام أن يتعامل مع هذه السلوكيات بجدية باعتبارها جرائم تستحق المعاقبة والمحاسبة عليها أيضا من الواضح أن هناك ربما اعتداءات واعتقالات وانتهاكات ممنهجة إذا تحدثت عن أشهر معينة للصيد في هذه الأشهر يتم مطاردة وملاحقة الصيادين بينما يتركوا في الأشهر التي لا يكون فيها موسم للصيد هناك نية مقصودة في أن تكون هذه الأوقات بالذات هي أوقات الملاحقة يعني في كل الأحوال الجيش الإسرائيلي لم يحدث أو لم يحصل أنه سمح للصياد الفلسطيني بالوصول إلى المياه الإقليمية التي هناك سيادة فلسطينية له استنادا على القواعد الدولية ولكن على الرغم من تقليص هذه المسافة بثلاثة أميال أو ستة أميال إلا أنه يعود إلى تحديد المدة بشكل يرتبط مع فرض الحصار يمكن القول بأنه ستة أميال لا تدخل فيه ضمن النطاق ما بعد النطاق الذي يشكل حدودا للسيادة الفلسطينية السيادة الفلسطينية تمتد إلى 24 ميل بالمناسبة ولكن الستة أميال أو الثلاثة أميال الاحتلال يتلاعب فيها بطريقته الخاصة بحيث أنه يحاصر أو يمنع الصياد من الحصول على الصيد في المسافة التي يريدها في موسم الصيد على سبيل المثال عندما نتحدث عن موسم شهر 4 أو شهر 5 الصياد من المعروف أين تكمن أماكن أو مواقع صيد الأسماك عند ذلك يتخذ قرار الاحتلال بمنع الصيادين من الوصول إلى هذه المواقع أو حتى الاقتراب من هذه وبالتالي يعود الصياد بدون الحصول على أدنى قدر من صيد الأسماك لأنه من المعروف في خريطة صيد الأسماك أين تكمن مواقع الصيد بعد الانتهاء قد يسمح بزيادة المسافة ميل أو ميلين إذن المسافة الكلية لا تصل إلى حق الشعب الفلسطيني أو ما يطمح إليه الصياد الفلسطيني كحق للصياد الفلسطيني وحتى المسافة التي يتم التعامل معها يتم التعامل مع تحديد هذه المسافة بما يكرس الحصار وعدم حصول الشعب الفلسطيني على مستلزمات الحياة أو على جزء من مستلزمات الحياة لأن صيد الأسماك كما هو معروف يدخل في إطار الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في إطار السياسة الممنهجة بإغلاق المعابر يبقى لدينا في إطار الأمن الغذائي منفذ في البحر في توفير الأمن الغذائي من خلال الأسماك لاحتلال عندما يصل الأمر في موسم الصيد إلى هذا المستوى يقوم بمنع الوصول إلى هذه وبالتالي هو يكرس أو يشدد الحصار على غزة ويمنع أدنى حد من تحقيق الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني تشديد الحصار يأتي في البر من إغلاق المعابر الإسرائيلية والتحكم بالمنفذ الوحيد كرم أبو سالم تجاريا يتحكم بكل ما يدخل ويخرج من قطاع غزة من بضائع على مزاجية هذا المحتل أيضا هذا انتهاك بالتأكيد نحن رصدنا إغلاق معبر أبو سالم لمدة 112 يوم من أيام العام 2015 وبالتالي هذه تشكل تقريبا 30% من العام كان مغلق وبالتالي مسألة إدخال المواد الغذائية أو مستلزمات الحياة للشعب الفلسطيني أولا هناك إغلاق شامل وكامل لأيام من السنة تصل إلى ثلث العام ومن ناحية أخرى إذا ما تم الإعلان عن فتح معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال مستلزمات الحياة لقطاع غزة يكون هناك إدخال لأصناف معينة حتى هذه اللحظة منذ انتهاء الحرب عام 2014 حتى هذه اللحظة لم يستكمل البناء في إطار عملية إعادة الإعمار بالمناسبة إعادة الإعمار لم تستكمل ولكن هل هذا يعني وقف الحياة حتى لمن أرادوا البناء دون الأشخاص الذين تم تدمير بيوتهم وهذه حركة حياة وبالتالي الأمر غير متوقف عند مسألة إعادة الإعمار فقط هناك دورة حياة يحتاجها الشعب الفلسطيني هناك آلاف البيوت الجديدة التي يسعى الشعب الفلسطيني وفق التطور والنمو السكاني لبناءها من جديد كل هذا متوقف تماما فطالما أن عادة الإعمار لم تستكمل بعد فكيف بالنسبة إلى البيوت التي يجب استكمالها بالنسبة أو تتطفق مع حالة النمو السكاني أيضا يربط المواد التي تدخل من خلال هذا المعبر بمواد البناء، بالمواد التجارية، بالمواد الاقتصادية كلها من ذات البوابة الواحدة مع علمه وإدراكه بأن هذا المعبر غير مجهز لاستقبال عدد كبير من الشاحنات خاصة إذا تحدثت عن مواد بناء هذا يقودنا إلى تفسير واحد أن هناك سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال لاستمرار فرض الحصار على قطع غزة وبالتالي معبر رفح لاحظ مغلق، البحر مغلق أمام الصيادين ليست هناك معابر غير كرم أو سالم مخصصة للمسائل التجارية وبالتالي الجو بالمناسبة أيضا ليس هناك مطار مخصص لقطع غزة حيث تم تدميره مبكرا من قبل سلطات الاحتلال وبالتالي الاحتلال يفرض سيطرته برا وبحرا وجوا معبر كرم أبو سالم المخصص للأغراض التجارية إذن هو يتحكم فيه مثل التيرمومتر عندما يريد إدخال ما يحقق رمق الحياة للشعب الفلسطيني يدخل بعض المواد التي يمكن أن تساهم في بقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة أو بما لا يتوفر في حد الموت إلى الشعب الفلسطيني كي يقول بأنه هناك فتح معابر وبالتالي هو يمارس عملية الموت البطيء للشعب الفلسطيني ولذلك أعود للقول بأنه هناك عقوبة جماعية لقتل الشعب الفلسطيني كله هناك عدم قدرة إلى إدخال مواد البناء هناك نقص في المواد الدوائية بالمناسبة مستلزمات المستشفيات يتم التحكم فيها من قبل الاحتلال وليس هناك أدنى حرية للشركات أو المصانع الأدوية أو شركات الأدوية بإدخال مستلزمات الطبية أو حتى الأدوية بشكل يتحقق فيها الحرية وبالتالي يمكن القول أن كل حياة الشعب الفلسطيني أصبحت أمام مقبض أو قبضة الجند الإسرائيلي أينما أراد أو وقتما شاء يفتح بوابة الأكسجين للشعب الفلسطيني بما يبقي فقط على قيد الحياة ومن ثم يغلق كي لا يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي هذا عندما يتحكم فيما سيدخل إلى قطاع غزة أيضا هو يتعمد ضرب الاقتصاد المحلي في قطاع غزة عندما يفرض بعض السلاء التي يريد أن يتم تصديرها من خلال هذا المعبر أحيانا يضرب هذا السوق عندما نتحدث عن الفراولة مثلا يغلق المعابر فتضطر إلى أن تباع في السوق المحلي بأثمان لا تأتي بتكلفتها وبالتالي هناك ضرب لهذا الاقتصاد بشكل متعمد يعني هو الاحتلال أنهى هذا الملف منذ زمن مسألة تدمير الاقتصاد الفلسطيني فيما يتعلق بالصادرات للأسف منذ سنوات الاحتلال أكمل تدمير هذا الملف بالكامل ولكن اتخذ أيضا في الحرب 2014 اتخذ منهجية وسياسة لا تجعل الشعب الفلسطيني أفق حتى في المستقبل على إمكانية التصدير وذلك من خلال تدمير حتى المصانع الاحتلال في العام 2014 لم يترك مصنع قادر على التأثير في الحياة الاقتصادية أو الأمن الاقتصادي للشعب الفلسطيني إلا وقام بتدميره بالكامل ولذلك اقتصاد الشعب الفلسطيني لا هو قادر على التصدير ولا يوجد لديها أصلا مصانع كي تتمكن من إعادة إنتاجيتها ما تم إعماره أو إصلاحه من بعض الشركات أو المصانع في الاقتصاد الفلسطيني هو فقط محاولة بسيطة لسد حاجة المجتمع المحلي وبشكل يسير جدا في داخل قطع غزة أما ما يتعلق بمسألة التصدير التدمير الممنهج الذي تم في عام 2014 لا أحد يعتقد بأنه أمام هذه التهديدات المستمرة أنه قادر أن يتعافى على الأقل من هنا لحد عشر سنوات قادمة هناك انتهاك واضح وبناء على هذا الانتهاك ربما شكلت اللجنة الوطنية والتي شكلها السيد الرئيس محمود عباس للتعاطي مع كل هذه الانتهاكات وتوثيقها ونقلها إلى محكمة الجنات الدولية كيف يمكن أن توثق وتحفظ ثم تنقل إلى هذه المحكمة ومن خلال أي جهة ما زالت اللجنة الوطنية العليا برأس الدكتور صاحب عرقات تعمل بشكل وتجتمع بشكل دوري وتتابع هذه الملفات صحيح تم تسليم تقرير كشكوى إلى محكمة الجنية الدولية وثم تسليمها بشكل رسمي من خلال وزير الخارجية والوافد المرافق له وتم إسناد مكتب المدعي العام بمزيد من الملفات اللاحقة خصوصا فيما يتعلق بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بالقتل الميداني أو القتل خارج المحاكمة وبالتالي كاعتداء سافر الاحتلال مازال يمارس أبشع جرائمه ليس بالقتل فقط وإنما حتى بانتهاك الحق في الموت حتى الجثامين الشهداء لم تسلم للأسف هناك جثامين للشهداء تم توثيقها تم تمثيل بها بشكل سافر من قبل الاحتلال وبالتالي ليس فقط المواطن الفلسطيني الحي الذي لم يسلم من هذه الانتهاكات بل أن جثامين الموت من أبناء الشعب الفلسطيني لم يسلموا من العبث والتمثيل بجثامينهم وبجثثهم وبالتالي الاحتلال اللجنة الوطنية ما زالت تعمل على توثيق أو الحصول على ما يمكن الحصول عليه سواء من خلال اللجنة أو من خلال المراكز الحقوقية التي تعمل وتقوم بالتوثيق ورفع هذه الملفات إلى مكتب المدعي العام وبالتالي ما زالت اللجنة بناء على ذلك تطالب مكتب المدعي العام بالإصراع بإنجاز دراسته الأولية من أجل الفتح أو الطلب من المحكمة أو هيئة قضائية بالمحكمة للشروع في التحقيق كي يتم وضع حد إلى الجرائم الإسرائيلية من خلال القضاء الدولي وبالتالي هذا هو موقف اللجنة إذا لم يتم تحريك هذا الملف من قبل أو إنهاء الدراسة الأولية من المؤكد أن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستقوم بإحالة الملف وممارسة مزيد من الضغط من أجل إحقاق الحق الفلسطيني ووضع حد لتجاوزات وانتهكات وجرعم الاحتلال إلى أي مدى يمكن أن يكون من المجد أن نرفع مثل هذه الملفات خاصة بعد انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية وإلى هذه المحاكم يعني من المؤكد نحن بانضمامنا كشعب فلسطيني أو كدولة فلسطين إلى ميثاق روما هذا يعطينا الحق في حالة الملف كحالة إلى مكتب المدعي العام للتحقيق فيه ومع ذلك المكتب المدعي العام كإجراء معروف بالمحكمة الجنائية إذا ما تمت الإحالة أو وجد بأن هناك جرائم قد ارتكبت وتدخل في اختصاص المحكمة يقوم بفتح دراسة أولية وبالتالي بناء على ذلك اللجنة كون المكتب المدعي العام بدأ بفتح الدراسة الأولية هو يمنح الفرصة الكافية إلى مكتب المدعي العام من باب حسنية الشعب الفلسطيني أو القيادة الفلسطينية وباتجاه المحكمة ونزاهة المحكمة وبالتالي قامت بتسليم كل ما يمكن أو يلزم للمكتب المدعي العام وبالتالي تمنح الفرصة من أجل الاطلاع على هذه الوثائق وهذه المستندات لكي يطلع مكتب المدعي العام أن هناك بالفعل جرائم بحق الشعب الفلسطيني ويشكل قناعته الذاتية ومن ثم يبدأ بالشروع في التحقيق ولكن مع كل ذلك تؤكد اللجنة بأنه إذا تأخر أو انتنع مكتب المدعي العام عن استكمال دراسته الأولية والبدء بالتحقيق فلسطين ستستخدم حقها بتقديم طلب بحالة من أجل الشروع في التحقيق بشكل مباشر من قبل مكتب المدعي على مستوى المواطن دكتور يدرك المواطن قدر حقوقه في رفع مثل هذه القضايا على مستوى شخصي مثلا المواطن يستطيع أن يلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين هذا الحق يسقط بالتقادم على سبيل المثال بعد الانضمام إلى المحكمة الدولية يدرك هذا المواطن العنوين التي من خلالها يستطيع أن يصل إلى هذه المحكمة ويحاكم هذا المحتل وفقا للقواعد الإجرائية بالمحكمة وقواعد ميثاق روما يجوز لكل مواطن بالمناسبة تعرض إلى الانتهاك أو لوقوع جريمة تدخل في اختصاص المحكمة وقعت عليها هذه الجريمة يستطيع أن يتقدم بشكوى أو بطلب أو يرفع هذه المظلمة أو هذه الشكوى إلى مكتب المدعي العام لكن متابعتنا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية لم يحدث أنها بدأت بتشكيل قناعتها من خلال أعمال أو شكاوى فردية أو تقارير فردية ولذلك المحكمة تستقبل شهريا أكثر من 60 ألف شكوى أو مظلمة من مواطنين عرب أو أوروبيين أو أسيويين من كل دول العالم تستقبل لكنها وفق النظام إذا ما تمت الإحالة فيصبح لزاما على المحكمة أو المكتب المدعي العام بفتح الدراسة الأولية مباشرة ومن ثم اتخاذ قرار إما بإجراء التحقيقات أو عدم وجود أدلة كافية لإجراء التحقيق هل لديكم تواصل مع المواطنيين على الأقل من باب توعيتهم بحقوقهم المشروع لهم؟ هناك العديد من المراكز الحقوقية تقوم بالتواصل مع المواطنين وأخذ إفاداتهم بشكل قانوني ووفق النماذج المعتمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومن بين هذه المراكز مركز حماية لحقوق الإنسان حصلنا على مئات من الإفادات من المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي وعلى نماذج محكمة الجنائية الدولية ووفق المعايير المعتمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي نعتقد بأن هذه الإفادات هذه الشهادات هذه الوثائق والمستندات تم أرشفتها وتم توثيقها بأعلى مستوى مهني ووفق نفس المعايير التي تعتمدها المحكمة الجنائية الدولية لكن تبقى المسألة الآن لدى مكتب المدعي العام هل سيخضع إلى السياسة الدولية هل سيتعامل مع هذه الملفات بشكل سلبي مراعاة للضغطات الدولية والسياسة الدولية التي تطالب دائما بعدم إحقاق الحق أم أنه سيكون معيارا أو مؤشرا لنزاهة المحكمة الجنائية الدولية مؤشرا أو دليلا على دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة وإنصاف المدنيين هذا الآن هو مؤشر أو معيار يجب التحقق منه من قبل المدعي العام كل الأدوات بين يدينا كل الوثائق بين يدينا كمركز حقوقي أو عدة مراكز وثقت معنا لكن يبقى المسألة تبقى أمام مكتب المدعي العام كيف سيتعامل معها هل سيتعامل مع هذه الوثائق بجدية رغم أنها بالفعل أو علما بأنها بالفعل تحترم كل القواعد المهنية المعمول فيها في المحكمة أم أنها ستترك الحبل على الغارب وتمنح مزيد من الوقت إلى جيوش الاحتلال وإلى مستوطني الاحتلال بمزيد من الانتهكات وارتكاب الجرائم بحق أبنائنا وأبناء الشعب الفلسطين تنتهك على كل مناح الحياة كما قلنا في بداية الحلقة فلسطين كدولة تحت الاحتلال من حقها التصرف في مواردها الطبيعية ولكن هذه الموارد أيضا تنتهك وتسرق المياه تسرق ما فوق الأرض وما تحت الأرض النجال الكهربغناطيسي ينتهك ويسرق من قبل دولة الاحتلال كيف يمكن أيضا أن نوثق مثل هذه الجراهم وسرقة الموارد الطبيعية من قبل دولة الاحتلال يعني هو دعنا أؤكد بأن الجانب الإسرائيل أو الاحتلال لم يترك شيء بالمطلق فهو يستعد في حياة الفلسطينية فمن باب أولى لم يترك له شيئا بعد ذلك على مستوى الموارد الطبيعية فيما يتعلق بالبحر حرموا بشكل كامل من مياهه الإقليمية بما فيها صيد الأسماء أو حتى القدرة على الوصول إلى موارد الطبيعي فيما يتعلق بالغاز على سبيل المثال الشعب الفلسطيني الآن معظم العائلات والأسر في قطاع غزة ليس لديها غاز للطهي وهي تنظر إلى بئر الغاز الذي هو ملك للشعب الفلسطيني على مرأة من أعين أبناء الشعب الفلسطيني على ساحل قطاع غزة فهو ينظر إلى حقه في الغاز وهو في نفس الوقت لا يكاد يجد مقدارا للطهي وبعض العائلات تذهب لاستخدام الفحم أو محاولة إذا ما لجأ في المحاولة بعض الناس تلجأ إلى الكهرباء حتى الكهرباء مفقودة في قطاع غزة وبالتالي يعاني المواطن الفلسطيني من قلة الغاز الشعب الفلسطيني يعاني من أزمة مياه هناك تقرير بالمناسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد بأن المياه غير صالحة للشرب وفي بعض التفسيرات تقول أن التقرير أفاد بأن نسبة الملوحة تصلح لتربية الأسماك وليس للشرب الآدمي ومع ذلك الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية واضحة ومباشرة في سرقة المياه عندما كان يستغل المخزون المائي الضعيف الموجود في قطاع غزة إلى المستوطنات التي أنشأها في قطاع غزة هذا ليس لدي حق فيها ما زال أيضا يحرم الشعب الفلسطيني من مورد طبيعي للمياه هو وادي غزة قام أقام الحواجز عليه ويمنع وصول هذه المياه أو الاستفادة منها أيضا مازال لدينا تقرير يؤكد أن الاحتلال مازال يسرق بعض المياه من خلال وجود أبار على حدود قطاع غزة سواء من المنطقة الشرقية أو المنطقة الشمالية هناك مازال سنويا يسرق أكثر من 2 مليون متر مكعب من شرق غزة وحوالي 3 مليون متر مكعب من المياه في شمال قطاع غزة إذن المياه تسرق رماله بالمناسبة سرقت أثناء وجود الاحتلال البحر الغاز يسرق ولا يسمح للشعب الفلسطيني بالوصول بشكل حر إلى مناطق الغاز الفلسطيني صيد الأسماك ممنوع وبالتالي كل شيء مصادر في حياة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بموارده الطبيعية سواء كان بالصيد بالغاز بالمياه بالمناسبة حتى أن ودي غزة عندما توضع هذه العبرات على سبيل المثال وتسرق المياه الجوفية وحتى تحتجز مياه الأمطار لا يقوم بفتح هذه العبرات عندما يضطر وتكون فائضة عن حاجته ثم تكون وبال على قطاع غزة بأن تكون فتحة بشكل مدمر ويغلق الكثير من المساحات الزراعية وأيضا المنازل للمواطنين وما زال هذا علامة استفهام عند الاحتلال لماذا يقوم فجأة بفتح المياه في كل مرة نحن وثقنا فتح المياه كل مرة كنا نوثق جريمة جديدة للاحتلال من خلال فتح المياه بشكل مفاجئ بحيث أن السكان يعتادوا كلما اعتادوا على أنه ليست هناك مياه لمدة سنة أو سنتين يقوم الاحتلال بفتح هذه المياه بشكل مفاجئ الأمر الذي يدمر بعض المنازل الفلسطينيين يدمر بعض المزارع التي تكون قد أقيمت على ضفاف وعلى جوانب وادي غزة وبالتالي كلما اعتاد الناس على عدم وجود المياه يقوم بشكل مفاجئ وبالتالي هناك علامة استفهام لماذا الاحتلال يقوم بفتح هذه المياه بشكل مفاجئ ومؤقت وقصير جدا وكأنه واضح أن فتح المياه إنما الغرب منها هو تدمير منازل بعض المواطنين وتدمير ممتلكاتهم الزراعية ومن ثم يقوم مباشرة بإغلاق المياه هذه في حد ذاتها أيضا جريمة جديدة ومستمرة أيضا من قبل الاحتلال الإسرائيلي جرائم رصدت خلال عام 2015 كيف يمكن أن تنظر إلى العام 2016 مقارنة بكل ما تقدم من هذه الانتهاكات الإسرائيلية للأسف إذا لم تكن هناك إجراءات على المستوى الإقليمي إذا لم يكن هناك ضغط على الاحتلال على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي إذا تأخر مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية عن إغلاق دراسته الأولية وفتح تحقيق سيتمادى الجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية في تدمير ممتلكات الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين وبالتالي مزيد من الانتهاكات مزيد من الجرائم حتى لا تسقط هذه الجرائم والانتهاكات بالتقادم من الواجب توثيقها وحفظها حتى تكون في الوقت المناسب حاضرة على طاولة المحكمة أيا كانت هذه المحكمة من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني ومحاكمة هذا المجرم الإسرائيلي أريد أن أشكرك الدكتور محمد أن حال رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية التي شكلها الرئيس محمود عباس شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين إلى هنا أصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن قرب تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة